اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع سعادة السيد هامش فولكنر وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في الدورة العشرين لمنتدى حوار المنامة 2024 وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك والمضي بها قدما لآفاق أوسع خدمة للتطلوعات والمصالح المتبادلة وبارك الجانبان التوقيع على بروتوكول انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل باعتباره خطوة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في مجالات الدفاع والأمن وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري والعلوم والتكنولوجيا وتعزيز الأمن السيبرانية كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والحرب على قطاع غزة وفي جنوب لبنان والأوضاع في سوريا ونعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود العربية والدولية الهدفة إلى التوصل للوقف الفوري لإطلاق النار والدفع بجهود إحلال السلام الشامل في المنطقة اشتركوا في القناة